نروح مع حضراتكم الآن وموجز لأهم وآخر الأنباء موجز التسعة صباحا مع مصطفى كفافي اتفضل لمصطفى شكرا لك محمد التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السلسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على ضرورة توقف إسرائيل عن التصعيد وانتهاك القانون الإنساني الدولي وحذر من التدعيات الخطيرة لاندلاع حرب إقليمية وخلال اتصال هاتفي نجره مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أكد عبد العاطي على أهمية تكثيف الجهود لإمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية بدون شروط وتوقف الجانب الإسرائيلي عن عرقلة المساعدات الإغاثية واستنكر المساعي الإسرائيلية لتقويض عمل وكالة الأونورو كما تناول هذا الاتصال الجهود المبدولة لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان ومسألة الشغور الرئاسي هناك من جانب آخر تناول الوزيران في هذا الاتصال الملف السوداني حيث جدد وزير الخارجية المصري التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية لشعب السودان الشقيق قال المتحدث باسم القوات الإسرائيلية دانيال هاجاري إن الضربات الجوية التي شنتها على الدفاعات الجوية الإيرانية فجر اليوم أعطتها حرية تحرك أكبر في الأجواء الإيرانية وأضاف هاجاري أن الهجوم انتهى وحقق أهدافه كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قدع لنا في وقت سابق أن الأهداف التي ضربها فجرا شاملت منشآت تصنيع الصواريخ التي تستخدمها إيران في هجماتها على إسرائيل في وقت سابق من هذا العام قالت مصادر مطلع لوكالة تسليم الإيرانية إن إيران مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل وأكدت أنها تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء على أرضها وأن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل عملته وقالت مصادر إيرانية مطلعة إن الدعاء إسرائيل استهداف عشرين لقطة في إيران ومشاركة مئة مقاتلة إسرائيلية في الهجوم هو أمر غير واقعي ويدخل في إطار الحرب النفسية وعلنت السلطات الإيرانية أنها ستستأنف الرحلات الجوية بعد تعليق قصير في الأجواء الإيرانية جراء الهجوم الإسرائيلي قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكية شون صافيت إن الرد الإسرائيلي ركز حصرا على أهداف عسكرية وشدد أن واشنطن لم تشارك في الضربات الإسرائيلية وأضف أن واشنطن تستهدف تسريع المصاري الديبلوماسي وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وقد حضل المسؤول الأمريكي إيران على التوقف عن مهاجمة إسرائيل لكسر دوامة العنف على حد تعبيره كان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قد صرح أن الرئيس بايدن وفريق الأمن القومي في البيت الأبيض قد عملوا مع الإسرائيليين في الأسبوع الأخيرة لحثهم على القيام برد عسكري محدد الأهداف من جانب آخر أدنت المملكة العربية السعودية لاستهداف العسكرية الذي تعرضت له إيران واعتبرت أنه انتهاك لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية وحث بيان الخارجية السعودية جميع الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد وحذر من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة ودع المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة بالاطلاع بأدوارهم ومسئولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة قتل ثلاثة لبنانيين وأصيب أربعة أخرون جراء غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلية استهدفت بلدة النبيشيت في محافظة بعلبك الهرمل الوقاعة في لبنان وقد ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن عمليات رفع الأنقاض في المكان المستهدف ما زالت مستمرة وفي جنوب لبنان استهدف طيران الاحتلال مبنيين في بلدة تول ودمرهما بالكامل كما استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة عين إبل ما أدى إلى نشوب حرائق هناك وأغار طيران الإسرائيلي على مخيم الرشيدية بالقرب من شاطئ البحر وفي المقابل أعلن حزب الله اللبناني في بيانات منفصلة استهداف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي بلدة مركبة بدفعات صاروخية واستهداف تجمع لهم عند أطراف بلدة حولة بدفعة صاروخية فضلا عن قصف مدينة صفد المحتلة بدفعة صاروخية أخرى نددت كوريا الشمالية بالنشاط العسكري الأمريكي الأخير مع حلفائها في المنطقة وأكدت وزارة الخارجية الكوريا الشمالية أن بيونج يانج ترفض النشاط الأمريكي الذي وصفته بالعدائي والمتمثل في لجوء إلى استعراض القوات العسكرية على نحو متهور مع حلفائها وهذه نهاية الموجز عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد هذا الفصل